اتمنى تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي الاوذنية الحلقة الاولى من الموسم الثالث من المسلسل ديري جيرلز الحلقة بتبدأ مع جيري واصحابها اللي بيكونوا قاعدين سوا وبيشوفوا الصور اللي صورها جيمس بالكاميرا بتاعتهم بس الصور ما بتعجبش ميشيل اللي بتفضل تتاريخ عليه وعلى الصور بتاعتهم جيري بتكترح عليهم يعملوا صور عن الاماكن التاريخية في المدينة بتاعتهم بس الجيمس ببتعجبوش الفكرة وبيقولهم انه عاوز يصور حاجة تكون فيها اصارة لكن كلهم بيتفاجئوا بكلير اللي بتفكرهم ان النتيجة بتاعتهم ما تظهر بكرة وهم مش حاطين في دماغهم الموضوع ده خالص وفي البيت تاري بيكون عامل خنائة عشان لقى جسد فار قدام البيت وعارف ان اللي عامل كده هو القط بتاعت تومي تغير الضفدع والطيور الميتة اللي كل شوية بيلاقيها قدام باب البيت بس تومي بيدافع عن القط بتاعه وبيعرفه انه ما عملش اي حاجة من اللي هو بيقول عليها دي لكن تاري بيقوله انه جاي بقطة من الشارع عشان يربيه في البيت وده غلط ويعمل لهم مشاكل كتيرة وبتوصل جاري وبتستأذم من باباها عشان هتروح تأجر شريت فيديو وهيتفرجوا على الفيلم عن دميتشيل في البيت في المحل بتاع الفيديو بيقبلوا دينيس بتاع محل الهداية وبيعرفهم انه صاحب المحل وقبل ما يتكلموا معاه اي كلمة بيزعق لهم وبيتردهم برا المحل خالص بس وهم خارجين بيقابلوا لاخت مارية اللي بتكون ماشي على عكزين عشان وقع بمنع على السلم وجاي يتأجر في المين تاريت عشان تتفرج عليهم في البيت جري بتسأل الاخت مارية عن النتيجة بتاعتهم بس الاخت مارية بتقول لها لازم تستني البكرة الصبح وبتقول لهم انهم يستمتعوا بالليلة دي على قد ما يقدروا كلام الاخت مارية بيخد البنات فيقلقوا جامد وبيبضلوا يفكروا هيتقصد ايه بكلامها كلير بتقول لهم ان كلام الاخت مارية معناه ان درجاتهم مش كويسة يعني مش هيقدروا يخشوا الجامعة ممكن يعيدوا السنة بس جري بتقول لها انها بتبالغ قوي لكن بتتفاجئ ان كلير بتعرفهم ان النتيجة بتاعتهم هي اخ امل لهم في الحياة لانهم فقرة ومعندهمش اي فرصة تانية غير انهم يجيبوا درجات كويسة ويخشوا الجامعة عشان يكون لهم مستقبل حلو هنا الجري بتقلي اياه كمان جيمس بيحاول يهد الموضوع وبيطلب منهم يزبروا لحد بكرة بس مش هيل بتقول لهم انه ممكن يشوفوا النتيجة النهاردة بعدها كلهم بيروح على المدرسة وبيحاولوا يفتحوا البيب وكلير بتكون معترضة على هما بيعملوه بس مش هيل بتطلب منها تسقط خالص عشان هي السبب اللي هما بيعملوه دلوقتي ده جيمس بيفشل في انه بيفتح البيب بس قولها بتفتح باب المدرسة بكل سهولة لانه اصلا مش مقفول بالقف واول ما بيدخل المدرسة جيمس بيصورهم في الضلمة وبيقول لهم انه هو ده التصوير اللي بيدور عليه بعدها بيلاقي اثنين حرامية واحد اسمه هانز والتاني اسمه أندرسون هانز وأندرسون بيعرفوهم بنفسهم على انهم من شركة الصيانة بتاعت اجهزة الكمبيوتر وجايين عشان ياخدوا الاجهزة ويعملو لها الصيانة الدورية بتاعتها وبيخلوهم يساعدوهم في نقل الاجهزة للعربية بتاعته وبيدوهم فلوس كمان وبيسيبوهم وبيمشوا كلهم بيكونوا فرحانين ومبسوطين اوي باللي هم عملوه بس كلير بتقولهم ان الاجهزة جديدة ومش محتاجة صيانة بغير ان الاتنين اللي هم ساعدوهم شكلهم غريب اوي والمعاد كمان مش مناسب لأي شغل واول ما بيفهموا انهم ساعدوا الحرامية في سرقة المدرسة بيلاقوا الكوات حصرتهم من كل مكان وبتقبض عليهم كلهم وبيوصلوا الاسم وبغرفة التحقيقات بيلاقوا مأمول الاسم بيعرفهم ان جات لهم بلغات ان في تحركات غريبة بتحصل في المدرسة وان القفل بتاع الباب الجانبي مكسور وجهاز الانصدار بتاع المدرسة متعطل واول ما وصلوا هناك لقوهم تغيير اجهزة كمبيوتر اللي اختفت من المدرسة وبيطلب منهم يتصلوا بحد من اولياء امرهم فبيطلبوا منه دقيقة يفكروا ومشيل مش لأي حد تتصل بي عشان يضمنهم وكلير بتكون مرعوبة جدا وخايفة لحسن يعذبوهم لحد ما يعترفوا اما الجريب بتقول لهم من الحل عندها وهي اللي هتعذبهم قبل ما يعذبوها بعدها بنلاقي العم الكولم قاعد قدام المأمور ونزل مرقي والمأمور بيسأل الزابط اللي جنبه والسؤال كان ايه فبيقول له نسيت والله يا فانتن المأمور بيطلب من العم الكولم يسكت وبيعرفوا بالبنات عمله وانهم قرروا لهم اسامي اثنين حرامية وللأسف الاسامي مش مزبوطة بس العم الكولم بيشحله التشابه اللي ممكن يحصل في الاسامي وبيفضل يتكلم كتير وبيحاول المأمور انه يخلي يسكت لكن العم الكولم ما بيسكتش لغاية لما بيوصل ملف للمأمور بيكون فيه صورة الحرامية لصورة المدرسة فبيقوله لعم الكولم كفاية كلام لو سمحت احنا وصلنا للمجرمين جيري بتقول له يعني احنا نقدر نمشي للوقتي قال لها ايوة اخذي عم الكولم معاكي ارجوكي في البيت بيكونوا كلهم قدام جسطة الارنب بتعجرهم وتيري بيكون زعلان جامد عشان هو متأكد المراتي ان القط بتاع تومي هو اللي عمل كده وماري بتقول لباباها انهم عيتحطوا في مشاكل كبيرة مع جرانهم بسبب القط ده تومي بيقول لهم انه تأكد ان القط بتاعه هو اللي عمل كده وما فيش قدامهم غير حاجة واحدة يعملوها وهي انهم يتخلصوا من جسطة الارنب فبياخد تاري وبيروحوا على حتة بيت عشان يتخلصوا من جسطة الارنب وبيرجعوا على البيت بيلاقوا جيري رجعتها يا واصحابها وبيكونوا مبسوطين قوي تاني يوم كلهم بيكونوا في المدرسة عشان يشوفوا النتيجة وبيلاقوا جاني واتشيلينج فرحانين قوي عشان جابوا امتياز كلهم بيكونوا قلقانين قوي وخايفين يفتحوا المظاريف اللي فيها النتيجة بتاعتهم بس الاخت المالية بتطلب منهم يفتحوا المظاريف ويخلصوا عشان هي تعبانة ومش فضيلة لهم كلهم بيفتحوا المظاريف وكلهم بيكونوا نجحينه بدرجات امتياز كمان وكلهم بيتروا من الفرحة وفجأة بيدخل عليهم واحد من الأمن بتاع المدرسة ومع الكاميرا بتاع جيمبس وبيقول لهم إنه لقاها عند الباب الجانبي وهي وديها للشرطة عشان بيعينوها ويشوفوا إيه الصور اللي فيها الحلقة بتبدأ مع ماري اللي بتغسل الصحون بس المياه سقعة قوي ومفيش مياه صخنة فبتنده على تيري عشان يجيب سباك ويصلح السخين لكن بتلاقي صار اختها بتكلمها عن عرض للأدوات ميكوب وجري بنتها بتسألها عن القلم الحبري بتاعها وبابها بيسألها عن ضفط العنوين بتاعه ده غير الأورلا اللي مش عجبها الكورنفليكس وبتطلب منها لشتري واحد غيره ماري بتتنرفز قوي منهم وبتزعق لهم جامد وبتعرفهم إنها زهقت من كل ده ومش هتعمل أي حاجة تاني في البيت وهتطلع تاخد دش وترتاح شوية ومش عاوزة أي حد يزعجها تاني يوم البنات بيكونوا في الحفلة اللي عمليها المدرسة عشان مساعدة الأطفال للفقرة والمحتكين بس الجيمس ما بيكونش معاهم وبيكونوا القانين عليه لحسن يكون حصل له حاجة بس بعد شوية بيوصل جيمس وبيعرفهم إنه نجح في اختبار السواء وبتكون الأخت مارية واقفة على المسرح وزهقانة من العرض بتاع جيني وصحبتها تشيلينج لدرابة إنها بتقفد الكسب وبتعتزد الموجودين على العرض البايخ ده وبتعرفهم إن الراهب بيتر هيكلمهم أكتر عن المساعدة اللي يقدموها للأطفال الفقرة في المدينة بيتر بيشكرهم على المجهود اللي هم عملوا وبيطلب منهم يبذلوا مجهود أكبر وبيعرفهم إنه قدامهم أسبوع يقدروا يقدموا فيه العرض الاستعراضي بتاعهم وإن الدخل اللي هيحققوا العرض ده هيروح للمساعدات للأطفال الفقرة والمحتاجين وعشان يشجعهم أكتر بيعرفهم إنه دي عبارة عن مسابقة واللي هيفوز فيها هيعرض الاستعراض بتاعه في التلفزيون في البيت ماري بتكون واخدى موقف من شغل البيت وبتعرف تيري إنها هتاخد وقتها براحتها قوي وإنها عاوزت رأيها أحصابها من شغل البيت خادس بغير إنها بتفكر تكمل تعليمها كمين وبتعرفوا إنه سارة هي اللي هتطبخ لهم تيري بيشوف سارة وهي بتفك التجميد بتاع الفراخ بالسشوار وبيقلم وبعدها بيوصل للسباك ماري و سارة أول ما بيشوفوه وبيشوفو وسمته بيروحوا عليه بسرعة وبيسلموا عليه ماري بتعرفوا بنفسها وبجزع تيري والسباك بيعرفها إن اسمه جابريال وبيشوف الكتاب اللي معاها وبيبدله يتكلمه سواء عن القصة بتاعت الكتاب لكن تيري بيدخل وبيوري مكان السقان اللي هيصلحه وبعد شوية جابريال بيخلص الشغلانة وبيكون عاوز يمشي لكن ماري بتطلب منه يقعد يشرب معهم كوباية شاي وأول ما بيقعد بيعرفوا منه إنه كان متجوز وانفصل عن مراته وسميت له بنتهم الوحيدة اللي عندها 12 سنة وهو اللي بيربيها وبيصرف عليها وده عمل له مشكلة بسبب طبيعة شغله اللي ما بتخلهوش يقعد كتير مع بنته جيري وأصحابها بيتدربوا على الاستعراض اللي اخترته ميشيل بس في آخر اليوم ومع كل التدريبات اللي عملوها ما بيقدروش يعملوا الاستعراض صح برضه وميشيل بتكون زعلانة ومتنرفزة عشان هما مش قادرين ينفذوا الخطوات بتاعت الاستعراض كيلير بتزعل وبتخرج من الأودة بس بتسمع ماريو هي بتتكلم مع جابريال للسباك وبتاخد رقم تليفونه علشان يقابلوا بعض فبترجع على الاودة وبتلاقي جيري تتخنق مع ميشيل بسبب الاستعراض لكن كيلير بتعرفهم بقولوا صوتها اللي حصل بين ماريو وبين السباك بعدها كلهم بيكونوا وعدين بيتعشوا وبيشوفوا ماريو هي لبسة وخرجة طبعا جيري شكة في مامتها فبتسألها هي رايحة على فين مامتها بتقول لها ان عيد ميلاد صاحبتها رفين النهاردة بس سارة بتقول لها ان عيد ميلادها كان الشهر اللي فات فبتقول لهم يبقى هي اكيد عاملة مرة تانية عشان مامتها جيري بتشكة اكتر في مامتها وبتكون مع اصحابهم مش عارف تتصرف ازاي بس كيلير بتوريها الورق اللي جابريال اديها لمامتها وبيلاقوا فيها عنوان فبيقرروا انهم يروحوا على هناك وبياخدوا عربية تيري والجيمس هو اللي بيكون سايق بس بيكون سايق براحته قوي وبسرعة بطيئة جدا عشان ولسه متعلم السوء اجلي وبيوصادوا العنوان وبيلاقوا نفسهم قدام بيت جابريال والجيري بتشكة مامتها وهي مع جابريال تاني يوم في الحفلة البنات بيكونوا قلقين قوي على جيري اللي بتكون واقفة قدام المرايا وعمالة تكلم نفسها واعصابها وبيضة خالص وبيبدأ الراهب بيتر المسابقة بفكرة البنت اسمها تينا وبيتكون قسرة جيري موجودة وبيدخل عليهم جابريال ومع بنته تيري بيتفاجأ ان جابريال جي الحفلة من غير محد يدعيه بس بيعرف منه ان ماري هي اللي بعضت له الدعوة وقالت له ان بنته هتكون مبسوطة في اليوم ده وبيجي الدور على جيري وصحابتها اللي بيقدموا فقرة استعراضية حلوة جدا بس وسط الاستعراض جيري بتشوف جابريال وهو بتكلم مع عامتها فبتزعل وبتسيب الاستعراض وبتخرج من المسرح وطبعا بسببها اصحابها ما بقدروش يكملوا الاستعراض وبيخرجوا وراها وبتقابلهم ماري وبتسأل جيري ايه الحكاية جيري بتقولها انها عرفت بخانتها الباباها مع جابريال وبتحكي لها انهم شافوها عنده في البيت تيري بيسمع الكلام ده وبيكون عاوز يتخانق مع جابريال لكن ماري بتمنعه وبتعرفهم كلهم انها لما تكلمت مع جابريال عرفت انه عاوز يكمل تعليمه زيها واكترح عليها تاخد دروس في الادب الانجليزي معاه عشان بعدها تقدر تنجح في الاختبارات الجامعية والبيت اللي كانوا فيه سوا كان بيت المدرس بتاعهم وكان فيه ناس تانية معاه وما كانوش لوحديهم تيري بيسألها يا لي ما قلتوش على كل ده ماري بتعرفوا انها كانت خايفة لحسن يرفض فبيقول لها انه موافق انها تكمل تعليمها وتروح الجامعة كمان لو عاوزها ماري بتفرح قوي بالله هي بتسمعه بس جيري بتزعل وبتقول لباباها انه كان نفسها تكون هي اول واحدة تخش الجامعة في العيلة بعدها كلهم بيكونوا قاعدين قدام التلفزيون وبيتفرجوا على الاستعراب بتاع جيني وبتدخل ماري ومعاها ورقة جاتلوهم من المرور بتقول لها عربية تاري كانت ماشي بسرعة بطيئة قوي على الجسر من يومين وبتقول له هو انت كنت ماشي براحتك قوي بالعربية ليه انت كان محدة معاك ولا ايه والبنات بيقوموا بسرعة قبل ما يتكشف وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لك للفيديو واشتراك في القناة السلام عليكم